السلام عليكم وإزايكم وإخباركم أتمنى تكونوا في أفضل صحة وأحسن حال فيديو جديد النهاردة وإيه سيدة مرزية وإيه كماند روتينها المحفز والمشجع جدا تعالوا مع بعض كده نشوف أحداث فيديو النهاردة بكل تفاصيلها وإزاي كمان بناخب منها كده شوية حماس ونشاط بكل أحداث الفيديو الممتعة جدا معاني النهاردة تعالوا مع بعض كده نبدأ فيديو النهاردة بالصلاع النبي ولايكاتكم الحلوة اللي انتوا أكيد دائما بتشجعوني بيها وهي حابة دلوقتي تبدأ معانا هنا بغرفة أولادها فتعالوا مع بعض نشوف ما شاء الله كده الغرفة اللي يعتبر فيها أكتر من سرير والصراع زي ما انتوا شايفين فيها أربع سرائر وطبعا الغرفة ما شاء الله مساحتها واسعة فده يسمح لها أنها تعمل فيها كل التفاصيل العادية يعني مكان بقى للعب الأطفال السوئيارة مكان المذاكرة السرائر زي ما انتوا شايفين أشكالها مساحة الغرفة اللي قدرة كمان تقسمها بالشكل المناسب لكل حاجة جزء خاص بالمذاكرة جزء خاص بالألعاب السرائر في مكان لوحده طبعا يعني القوضة دي يعتبر قدتين في بعض ومش هرهقد كده بس ده لسه روتينها اللي كله نشاط وحباس وازاي تكون يقدر مسئولية وتقدري كمان تعملي كل حاجة زي ما احنا شايفين كده منتها البساطة روتين البيت اللي ممكن يبدأ من أبسط الأمور وطبعا بقى الاستراحة اللي موجودة بورا البيت دي استراحك واللينا بنحلم بيها تعملي فيها بقى مرجحة حلوة زي اللي قدامنا تعملي فيها كمكورسي كده وترابيزة صغيرة ويممكن تاكلي ويتشرابي فطار غدا عاشا استراحة حلوة بالنسبالك تقدر يتمارس فيها حياتك بصورة عادية جدا ومش على قد كده بس ده لسه دلوقتي هندخل معها البيت جوه ونبدأ نشوف كمان الروتين النشيط بتاعها طبعا بقى تبدأ هنا تخسل معين الموعين سواء فتحصلة الأطباء وتبدأ ترس كل حاجة في مكانها الروتيني لكل ست بيت شطرة ممكن تكون بتعمله وبتفاضي الجسالة من هنا وممكن طبعا تحط فيها يعني تكملة تانية أو طول النهار ممكن طبعا تكوني بتفاضي وبتحط الحاجة أول بأول في الجسالة المهم يعني الست الشطرة من دول مش بتستنى ان هي تأجل شغل البيت لبقرة تعالوا نشوف هنا كمان دلوقتي كده هنا مشترياتها اللي جابتها من السوبر ماركت ويلا نبدأ نحط كل حاجة مكانها الحاجة اللي هتتحط في التلاجة هنحطها الحاجة بتاعت الفريزر هكون طبعا في مكانها اللحوم بتاعتها هنشوفها دلوقتي وهي بتقطعها وبتشكلها بالأحجام اللي هي عايزها ومناسبة ليها وبالفعل حتى الستاند اللي قدامنا ده بدأت تحط طبعا بقى زي أكاس السكر الدقيق التوابل بتاعتها الحاجات اللي هي بتحتاجها كل واحدة أكيد في بيتها بتشوف إيه الحاجات المناسبة ليها وهتقول لي دلوقتي إزاي بتبدأ تحط كل حاجة في اعتبر الحوض أو يعني اعتبر البلاعة كده بتاعت الحوض بالشكل اللي قدامنا ده حب أقولكم معظم بقى الأحواض اللي زي دي فيها مكان بيفرم كل حاجة يعني لكي انت طبعا في البيت بقى بالحوض بتاعنا العادي أكيد مش هنعمل كده لأن ده فيه خطر كبير جدا بقى على السباكة وممكن كده تدخلي في دوامة تانية خالص لكن هي بالنسبة لها طبعا ما شاء الله إمكانياتها المادية سمحت لها إن هي طبعا بقى تجدد وتغير وتجيب أحدث الإمكانيات وأحدث الأدوات والأجهزة اللي وفرتها عندها في البيت أكيد طبعا كلنا بنحلم بحاجة زي دي لكن مش أي حاجة نشوفها ينفع إن احنا نطبقها فيه أكيد طبعا أدوات وأجهزة بتسمح بدأ وإحنا أكيد عندنا في البيوت بتاعتنا ممكن يكون الإمكانيات متوضعة شوية أو أبسط بكتير من اللي قدامنا لكن احنا أكيد طبعا بنطمح في يوم الأيام إن احنا نعيش في نفس المستوى نحلم كمان إن احنا يكون متوفر بالنسبة لنا نفس الأدوات والأجهزة الحديثة اللي زي دي تعال نشوف هنا كمان دلوقتي كده روتين مشترياتها والأدوات الجديدة اللي جايباها وشكل البيت بكل تفاصيله بكل التغيرات اللي هتكون موجودة عندها وطبعا كلنا بالفعل بنحاول نجدد ونغير وده ما يمنعش أبدا إن انت كل تفاصيل البيت بالنسبة لك بيتميلي دائما بقى ان انت تجددي ويتغيري فيها وعايزة كمان كل حي يكونش أكلها منظم ومنصتك بالنسبة لك تعالوا شوف هناك كمان دلوقتي روتين تاني في غرفة الأولاد عندها ويلا بينا أكيد بعد الكركبة والفوضى وحال البيوت كلها اللي بتكون بالشكل زي دا بيت في أطفال في سن صغير أكيد طبعا طول النهار بتوضبي وبتحاول تنظام البيت بصورة كبيرة بتحاولي طبعا دايما تكوني قد المسئولية شكل البيت عندك متناصق أكتر زي تكوني ست بيت شطرة وشكل البيت يوصل للنتيجة اللي انت عايزها وده يرجع ان هي قديها في البيت باستمرار بكل نشاط وحماس زي ما احنا شايفين بعيدا طبعا بقى كده عن أجواء الكركبة والفاوضة اللي بتكون موجودة في البداية لكن واحدة واحدة بالفعل كده بتحاول تنظم كل حاجة والنهاية بالفعل هتبقى سعيدة شكل البيت هو منظم مرتب الروح النفسية والشعور الجميل اللي انت بتوصيه في النهاية ده بالنسبلك الدنيا وما فيها تعالوا نشوف هنا كمان طبعا بعد الوقتي ارتيب بقى دولاب الملابس والدريسينج بتاعك اللي ساعد بياخد منك وقت وجهد كبير لكن بالنسبة للست اللي قادر تنظم كل ده وحبي كمانا هقولكو هنا ان استيادة اللي قدامنا دي أم لأربع أفراد يعني هما في البيت كلهم كده ستة أفراد عايشين مع بعض هي طبعا زوجها والأربع أطفال وأكيد طبعا المسئوليات والالتزامات ساعتها بتكون أكبر وخصوصا ان هي هن المسئولة عن كل حاجة غسيل بقى وأكل والشرب وطلبات البيت اللي بتقوم بيها وما شاء الله طبعا مساحة البيت كبيرة مصبيرة فهتيجي تبص كده المسئولية بالنسبة لها ممكن تكون مضعفة جدا وبتقول بعمل كل حاجة بحب عشان كده النتيجة بتطلع معايا زي ما انتوا شايفين حاجة تفتح النفس جدا ازاي تكوني مسئولة وستة بتشاطرة والنتيجة زي ما احنا شايفين حاجة كده في الانبساط والروحة اللي يمكن كلنا بندور عليها أمور البيت ممكن تبدو ان هي صعبة لكن صدقيني ان احنا نستعين بربنا في كل حاجة ربنا بالفعل هو اللي بيكون وعين دينا وامورك بتمشي بمنتهى البساطة والسلسة زي ما احنا شايفين تعالوا برضو هنا كمان دلوقتي كده مع بعض بندخل على روتين سريع وعملية طبعا بقى يعني الروتين اليومي اللي بتتم عندها في البيت بتحضر طبعا فطار وغدا وعشا وأولادها داخلين خارجين عليها وبتفريني هنا كمان بقى كده الشغل المزبوط أكتر وهو ان الستد من دول يومها كله اعتبر في المطبخ الستد العربية الأجنبية ايا كان جنسيتها ايه اللي بقى بتحضر يفتغر وبعد الفطار بتفكري في الغدى وعلى الغدى بتفكري في العشا وموعين قد كده في الحوض وبتحاولي طبعا تنظمي كل حاجة ويا سلام كمان بالا وهعمل شوية مخبوزات ولا معجمات النهار ده هتحيس بالفعل انت طول النهار في المطبخ مش هخرج منه والنتيجة اظن تبقى حاجة اي نعم سعيدة وحاجة حلوة لكن طبعا تفاصيل البيت من الحاجات اللي بتتطلب مسئولية اكتر وخصوصا طبعا على الست من دول وهناك كمان دلوقتي كده حابت تورينا روتينها في البيت بتقولك حتى يوم بسيب المطبخ واخرق برا على الليفينج او على الصالة او على قوض النوم زي ما شفنا هتلاقيني دايما مستمرة كده في الروتين بنظف يمين وشمال وفوق وتحت حد ما بوصل اكيد للنتيجة اللي انا عايزاها والشكل البيت يكون مريح اكتر بالنسباني هيا دي التفاصيل اللي ممكن كلنا بندور عليها شو اللي البيت اللي مش بيخلص قبل اللي التزامات والمسؤوليات اللي دايما اكيد بتنقلنا لمكان تاني خرص يوم جديد والروتين جديد وحب اقولكوا طبعا ان كوالي الروتينات دي بيكون مجمعها لكم على كزا يوم مختلف الحد طبعا ما بنوصل كده للنتيجة والشكل اللي احنا عايزينه ومجرد اكيد ما بنستقر كمان على شكل البيت النهائي والتنظيم الترتيبي اللي بتعمله اول باول احنا ذات نفسنا بنكون حاسين كأن البيت ده بيتنا وشكله هو منظم ومنصب كده بيعمل لنا احنا كمان روحة نفسية زي انت تشجع ويتحمسي وبيخليك تقومي وتشفيش كل شغلك وكل الاتزاماتك وكل المسئوليات المطلوة منك زي كمان ما بتحسي ان انت جده انجزتي حاجات كتيرة جدا في يومك اي نعم الفيديوهات اللي زي دي كلها طاقة وباور حلوة جدا وبتحس كده ان انت استمتعتي بكل مقطع عد علينا موسيقى موسيقى تعالوا شوف كمان دلوقتي هنا كده يوم اكيد مبيتكون انتي جايبة شنط فيها اكل من بره فيها كمان برضو مشتريات بتاعتك بتحاول طبعا اول باول كده تفاضي الشنطي لان طبعا لو سبتيها ويوم وراء تاني للأسف ممكن الحاجات يتبوز منك لكن بالنسبة للست الشاطرة بتبدأ تفرز الحاجات اللي هتتفرز اللحوم بتاعتها الأسماك الحاجات اللي بتدخل في التنجة على طول بتبدأ بالفعل تعمل خطوات زي دي يعني بالنسبة لها بتحاول تكون حريصة ان كل حاجة تكون في مكانها وخصوصا زي ما قلت لكم ان معاها أربع أطفال فالوسئولية بتبقى مضعفة ولو ما عملتسي كل حاجة أول باول للأسف الموضوع بالنسبة لها هيكون صعب جدا عشان كده هي شاطرة وحريصة دايما ان كل حاجة تكون في مكانها بالقدر الإمكان الناس كمين بقى كده اللي بيحبوا الفاكهة بصورة كبيرة تعالوا نشوف دلوقتي مع بعض كده عملت معنا طرطة الفواكه دي بحاجة بسيطة جدا البطيخة العدية وعنقود العنب ده بدأت تشكل فيه مين وش مال كده ويلا بينا نعمل طرطة فواكه ما اقول لكوش عليها بقى ناس كتيرة بتدخلي أي مطعم أو أي مثلا برضو محالة حلويات بيبهرك بقى بالأشكال والزينة اللي زي دي طبعا عندك عيد ميلاد أي احتفال في البيت تقدري تجيبي أي فاكهة انت حباها وتقدري تشكليها بالشكل اللي زي ده وانت بيهري طبعا بيها ضيوفك أو تعملي طريقة جديدة ممكن تكون مختلفة حاجة شكلها حلو تدخلي كاميكس بقى الألوان زي ما هي عاملة حاجة قمة الانبهار الصراحة كولينا ممكن نشوفها وننبهر بيها حالة تقطيعة الفاكهة أول يعني طبعا كمان البطيخ اللي عاملها معانا دلوقتي هنا كده عاملها بشكل مميز جدا يعني صراحة لو انت عندك عزومة بقى في رمضان غير رمضان في أعيان الميلاد المناسبات تقدري بقى تشكلي وتبهري ديوفك بالصورة اللي زي دي وتعالوا كمان دلوقتي ندخل بقى كده على طريقتها في عمل الأكلات والوصفات الجنباري والكلماري أو الصبات بقى زي ما بيسموه وخصوصا طبعا بقى السيدات المريزية والاندنوسية عندهم هوس للمأكلات البحرية بصورة كبيرة هتلاقيها دايما بقى كده بتقدم أصناف الجنباري والأسماك عامتا بصورة كبيرة بيهتموا بيها يمكن أكتر كمان بقى من البحوم والدجاج وكده وخصوصا طبعا أن دي تبقى قيمتها الغذائية أعلى كمان بكتير وطبعا بتورينا بقى هنا كمان إزاي هتقدمها معنا مع البطاطس مع الجازر مع هنا كمان برضو كده يعني البروكري المهم بتبدأ تشكل طبعا لذيذ جدا مع الخضار كمان المختلف اللي الكمتر الغذائية هتبقى أعلى بكتير حاولت طبعا دلوقتي تورينا كده هنا شوية التوم والشوط طبعا عملت بقى دقا مقولكوش ونزلت هنا عليهم بشوية الجنباري المسلوق وقع البصل بقى بقى شوية طبعا التحبيش بتاعة الخضار ويلا بينا تقدم لنا طاج جنباري ماقولكوش عليه بقى مع شربة الكريمة أظن يعني حاجة لذيذة جدا هي دي الأكلات الصراحة اللي تفتح النفس وعمتا كمان حابت دلوقتي تبهرنا بشكل شنطة الصفر بتاعتها بتقولك طبعا ده وانتي بقى من عشاء لبس العبيات أو الدرسات الكبيرة تعال وريكو دلوقتي ازاي تنظمي الشنطة بتاعتك وتحوط فيها كل الدرسات والعبيات بتاعتك من غير ما تتبهدل منك أبدا والطريقة دي كمان هي الطريقة السليمة اللي معظم السيدات بتعملها أيام الصفر فصراحة الفكرة عجبتني جدا وحبيت أورها لكم أتمنى من كل قلبي أكيد إن فيديو النهاردة يكون عجبكم ولو عجبكم الفيديو هستنى تابع اللايكاتكم الحلوة وحمسكم ومشترككم معايا لأنتو دايما أكيد بتشجعوني بي وشوفكم إن شاء الله على خير في الفيديوهات الجاية ومع السلامة